اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في الحمل لليوم الثاني في منزلة البطين وهي جيدة لتهديئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد وحكينا أن القمر لما يكون في الحمل كل هذه الفترة بتأثر علينا كلنا أنه نشعر بطاقة كبيرة إلى العمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه إحنا أقل صبر في التعامل مع الغير يعني وهذا الإشي ممكن يوقعنا في بعض المتاعب أو المشادات الغير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في هذه الفترة في وجود القمر دائما في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وممكن دخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاويتين فلكيات اليوم أول واحدة رح تكون زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 5 و 16 دقيقة مساء يعني بعد الحلقة منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي برضو زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 8 و 16 دقيقة صباحا فتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم وحكينا بما أن خلو المسار رح يكون يوم 19 الشهر اللي هو بكرة ولكن رح يكون بعد الحلقة فعشان هيك رح نذكره إحنا في توقعات يوم 20 الشهر اللي هي في توقعات الغد قلو المسار القادم رح يكون الساعة 38 و 32 دقيقة مساءا ورح يستمر لا بعد منتصف الليل لساعات الفجر لساعة 2 و 10 دقائق بعدها بكون القمر استقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 12 و 56 دقيقة بعد منتصف الليل بصير 27 يوم نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20 خمسة المزاج منتحس القمر في الحمل حتى 20 خمسة المزاج ممتزج عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى 25 ستة المزاج منتحس المريخ في الحوت حتى 28 ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة في برج الدلو بعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت انتظره بالفترة الماضية اتحرك وما تنتظر أن الفرصة تيجي لعندك أنت حاول تتحرك باتجاهها أو تسعى لها بنصحك أنك ما تضيع الوقت هاي بداية جديدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي جيد اليوم فهي بتفتح لك بعض الفرص المالية اللي ممكن تجيك من عمل إضافي أو تجيك يعني عن طريق هبا مساعدة دعم معين أو استرداد لبعض الحقوق اللي لا إلك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى التنقلات وبرضو الاهتمام في أمور إلها علاقة بأخ أو جهر خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحان بقول لهم يحاولوا أنهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور يعني فيه شوية سوء تفاهم على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت ممكن تصرف أحد الأشخاص أو حساسية معينة من تصرف معين أو ممكن ما يعجبك شيء معين فتحتد وتعصب أما بالنسبة للأعمال فهي روتينية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة للبيت وممكن تنشغل في بعض المشتريات أو التصليحات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور أحسن من الأيام الماضية فاليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب أو التعاطف على مسألة معينة مع أحد الأحباء أو ممكن أنه تهتم في حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم في مساء العملية وفيه منك ورحين شغل في ملف صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالية والعاطفية الأمور جيدة فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشريك اللي هو شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج أو ممكن أنك تحسموا أمر معين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيت الأموال المشتركة فهو ضاغط فعشان هيك منقول لك شو ما أجاك أموال أو شو ما هتمت في أمور الأموال حاول أنك تقلل من مصاريفك وما في داعي أنك أنت تنشغل في مشتريات غير ضرورية هذا اليوم ممكن يظهر بعض الأمور اللي تتطلب منك الاهتمام المالي أو بعض المطلبات المالية وفي منكم ممكن يفقد بعض مقتنياته أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم بالنسبة للاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور دراسية زي الدراسة الجامعية أو البحوث أو المناقشات فهي بتكون على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد ممكن هذا يعمل لك نوع من أنواع التقارب مع زميل أو مع رئيسك في العمل أو إنجاز بعض الأمور المهمة أو ممكن أنك تهتم بالدفاع عن سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد جدا بيدعمك مع التحالف مع صديق معين أو التعاون مع معرفة ممكن تستشيره أو تطلب الحاجة منه أو بتكون بحاجة لدعم معين ممكن يظهر أحد الأصدقاء ويدعمك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما نقول لك راعي أمورك الصحية بشكل جيد راقبها ما في داعي أنك تجهد حالك كثير حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك أنت تهتم بأدويتك بوقتها وما في داعي بعيد بكررها ترهق حالك أكثر برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهودكم الجسمانية ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لإغذاءكم ومراحتكم ابتهداء الوتيرة وبتتأخر النتائج أو أمور العلاقة بالبضائع والمعاملات تشعر ببعض الخيب خلال هذا النهار تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبي خلال هذا اليوم مزاجك متعكر ما تخالف القوانين فممكن أن تخسر أكثر مما تتوقع إذا أنت اليوم ما التزمت في هذه التحذيرات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شوي أنت متعكر فعشان هيك بما أن القمر موجود في بيت المتاعب بيضغطك على البيتك 12 وعلى بيتك الأول فبسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل أو العصبية أو التوتر السريع خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل أعمالك الروتينية بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى أمور المال فاليوم ممكن تحصل على بعض الأموال أو يجيك دعم معين أو أعمال من عمل روتيني مثلا يجيك دعم معين أو تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وأيضا التعامل مع أخ أو جار وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور ما زالت فيها يعني ضغط خفيف جدا على مستوى البيت ولكن أنت بتقدر تسيطر على الأمور وتمشي الأمور بعقلانية إذا أنت حابب أنك أنت تنجز بعض الاهتمامات في منك ورح ينشغل في بعض المسائل مثل ترتيبات أو أعطال معينة أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمر روتيني على المستوى العاطفي فما في شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اللي إلهي علاقة بالعمل ممكن تهتم ببعض الملفات أو توقيع على ملف معين وفي منك ورح ينشغل بملف صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي فيها شوي الضغط فبين الأزواج أو شركاء المال منقولهم ديروا بالك اليوم ما تحاولوا تحسموا أمر معين ما توقعوا على أي ورقة بدون ما تقرؤوها أو تدرسوها بشكل جيد واللي بدوا يشتري أي شيء اليوم يحاول أنه يتفقدوا بشكل ممتاز وحا ديروا بالك من سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم يغلب عليكم أمور إلهي علاقة في بعض الأموال اللي إلهي علاقة في بنوك أو تحويلات أو اهتمامات في مشتريات أو مصاريف زيادة ولكن ديروا بالك في الفترة هاي بيكون عندك رغبة للمشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت التاسع بيت السفر اللي بعيد أو التنقلات أو المحاكم أو الدراسة فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا بالنسبة للبيت العاشر جيد على مستوى بيت السمعة فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الملفات بالتعاون مع بعض الأشخاص يعني أمور الشراكة جيدة على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الأصدقاء يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط يمكن تتوتر بسبب صديق أو مسألة معينة أو ظرف يصير مع صديق فيزعجك هذا الشيء أو صديق يحاول أنه يتجنبك أو يهمشك أو يعمل نوع من أنواع الحدية بالطباعة معاك فممكن هذا الإشي يستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات برج الجوزاء بتنشطوا اليوم اجتماعيا وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة ممكن تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة خلال هذا اليوم تنقدك سرعة البديهة من المواقف المحرجة ممكن يسكنك بعض الأحاسيس المتناقضة لكن هاي فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون وخصوصا ما بينك وبين الزملاء أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي أنت أحسن اليوم يعني فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية اللي ممكن تدعمك صحيح أنه فيه أشياء ممكن أنها توترك ولكن أحسن من الأيام الماضي بالضل أما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال فأنا شايف الأمور ممكن تفتح بعض الفرص المالية أو تجيب لك نوع من أنواع المكاسب من عمل إضافي وفيه منك رح ينشغل في أشياء لها علاقة إما بأموال بيحاول أنه يستردها أو مشتريات غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو متقلب اليوم يعني لغاية ساعات الظهر بيكون مزاجك متعكر عصبي مندفع متهور هيك شوي يعني جريء زيادة عن اللزوم فهذا الإشي ممكن يسبب لك بعض المشاكل لأنه بيكون بدون تركيز بعد ساعات الظهر بتصير إيجابية بتكثر عندك الاتصالات وسرعة البديهة بتصير عالية قدرتك على النقاش عالي جدا اللي عنده امتحان أو مقابلة خلال ساعات ما بعد الظهر بتكون لصالحه فيه منك رح يصير فيه بينه وبين أحد الإخوة أو الجيران تعامل أو مصالحه أو عمل مشترك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الشد يعني بتسبب لك توتر عصبية حدية ما بعجبك الوضع ما بتمشي الأمور مثل ما بدك فهذا الإشي شوي بيسبب لك نوع من أنواع التوترات وممكن تظهر بعض الأعمال المنزلية أو الأعطال اللي تهتم فيها زيادة فهذا الإشي ممكن يربكك أو يسبب لك نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي تقريبا من ساعات الصبح بتصير إيجابية بتدعمك ممكن يصير فيه تراجع عن قرار سابق أو مصالحة معينة أو التواصل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فهذا بيفتح لك مجالات بالعمل أو شغل جديد أو عمل مهم تنجزه خلال هذا اليوم أو منكم ممكن يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بفكرة جديدة أو مساعدة في أمر ما أما بالنسبة للوضع الصحي فهو جيد أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي فهو جيد أفضل من الأيام الماضية فهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو الاتفاقية على أمر معين ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني بين الأزواج تحديدا أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على المستوى الأمور المالية المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الإرباك إما صعوبة في تحصيل بعض الأموال أو فقدان أموال أو نسيان بعض المقتنيات الخاصة لإلك ما بتعرف وين أنت حطيتها يعني بتفقدها وفي منك ممكن يتعرض لنوع من أنواع الإحتيال أو يعني ينتصب عليه أو ينسرق ماله أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم بأمور قضائية أو أمور أوراق إلها علاقة بالإقامة بالسفر بالتنقلات بأشياء من هذا القبيل اللي عندهم امتحان يعني بطلب منهم اليوم خصوصا للمستوى الجامعي يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر والعصبية وممكن تحتد على مسألة معينة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو يتوكل لك عمل أنت مثلا مش حابق أنك أنت تنجزه أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك نقول لك دير بالك انجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تحاول ترهق حالك زيادة خصوصا أن القمر بلش يتحرك باتجاه بيت المتاعب لعندك فعشان هيك يعني لازم تهتم أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم عندك وبرضو اهتم بغذاءك وراحتك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ما هو اللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شي برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز ممكن يكون عندك اليوم زيارة طارئة أو اتصال بأحد ما بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشاورات ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا في ضغط في عصبية في توتر عندك في حدية بالطباع هذا الإشي يعني ممكن هيك يخليك من اللحظة لأخرى تفقد سيطرة على أعصابك أو يتقل هي عملية أنك أنت واثق بالنفسك بالنقطة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات مالية أو حقوق لا إلك أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف يعني تنشط في الاتصالات بيكون عندك نشاط معين تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن العصبية ممكن تكون ظاهرة أكثر على هذا البيت فحاول قدر الإمكان أنه ما تنفع وما تعصب ممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فعا مستوى البيت تقريبا لغاية ساعات الصباح الأمور روتينية وبعدين الأمور بتصير لصالحك ممكن تنجز بعض الاهتمامات أو الأعمال المنزلية أو تهتم في مسألة معينة وبرضو هاي بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة فهذا ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم وممكن يصير فيه تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك على مستوى العمل فممكن تتعطل بعض الأعمال عندك ممكن تقصر في عمل معين ممكن تتأخر عن دوامك ممكن يصير عندك بعض المشادات ما بينك وبين الطرف الآخر اللي أنت بتعمل أنت وياه وأهميش أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي منتاز جدا فممكن اليوم تتراجع عن قرار سابق وتعمل نوع من أنواع المصالحة ما بينك وبين الشريك وفي منكم ممكن يصير فيه هيك نوع من أنواع القرار الحاسم ما بين الشركاء وخصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأمور الأموال المشتركة في ضغط فعهذا بيسبب لك نوع من أنواع الحدية أو التوتر وممكن يصير فيه نوع من أنواع الخلافات أو ضياع أو مقتنيات أو نسيان بعض الأغراض ما بتعرف أنت وين حطيتهم إيش وي بدك تركز على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور متوترة على مستوى الأمور الخارجية كاتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارجيين خارج البلاد أو أنك بتنتظر رسالة معينة أو بريد أو جواب على مسألة معينة فهذه الأمور لسه ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر حاول تصبر لغاية ما القمر ينتقل لبرج الثور بتصير الأمور إيجابية أكثر لإلك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الحدية هيك ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو توتر أو قلق ما بينك وبين أحد المعارف أو ممكن تقلق على صديق أو على معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو أمور إلها علاقة في إنجاز بعض الأعمال الضرورية بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة اظهر نوع من أنواع التعاون أكبر للآخرين أو مع الآخرين أو مع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر بنوع من أنواع الاعتزاز والفخر لإنجاز أمر معين خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تستسلم وما تردخ للشروط ولا اللي ما بتناسبك ناقش بمنطق أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا على المستوى النفسي أحسن شوي رغم أنه في حدية على المستوى النفسي في تقلب في المزاج في توتر شوي بصير عندك من وقت لآخر حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لهاي الحدية أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية اليوم الفرصة أكبر للحصول على مبلغ مالي أو ممكن هذا المبلغ يجيك من عمل إضافي أو استرداد لحقوق لإلك أو نوع من أنواع الدعم يعني الأمور إيجابية بتكون على المستوى المالي ولكن حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن يصير فيه تواصل إيجابي ما بينك وبين أفراد ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم ولكن بيغلب عليك العصبية والحدية في التعامل ردات فعل سلبية من وقت لآخر حاول أنك أنت ما تنفعل وما تعصب ماشي الأمور بشكل عقلاني بدون ما تعمل خلاف اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فجيد على مستوى البيت اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو لقاء عائلي معين أو مصالحة معينة أو ممكن تهتم في بعض الأشياء المنزلية خلال هذا النهار أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور العاطفية عندك متوترة في نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع عندك أو ردات الفعل السلبية أو متحسس من موقف معين أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني على مستوى العمل ما في إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تنجزوا أعمالكم وبصير التعامل ما بينكو بين الأفراد الطرف الآخر بالعمل ممكن تعاني من بعض الأمور الصحية العابرة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فهو حاد فعشان هيك برضو بسبب نوع من أنواع التوتر خصوصا للمتزوجين من ردات فعل أو تحسس من موقف معين أو بسبب ردات فعل الشريك اللي ممكن تستفزك أو أنت اللي تستفزه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور برضو على مستوى الأموال المشتركة بتسبب لك نوع من أنواع الضغط فهذا الإشي بربكك وبيسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن أنك تهتم في بعض الأمور زي بنك مصرف التزامات مشتريات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقع بالنسبة للبيت العاشر يعني تقريبا جيد على مستوى بيت السمعة ولكن بنقول لك دير بالك من مخالفة القوانين أو أنك تتهور في مسألة معينة حاول أنك تحافظ على سمعتك خلال هذا اليوم ما تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يسبب لك نوع من أنواع البلبلة خصوصا في مجال عملك يعني تتأخرش ما تدخل بخلافات مع زملائك أو رئيسك بالعمل وإنجز أعمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 بينك وبين الأصدقاء الأمور جيدة فممكن اليوم يصير تواصل ما بينك وبين صديق أو تقارب على مسألة معينة وممكن تحل مسألة معينة بواسطة صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا روتينية إلى جيدة شوي ممكن تدعمك في حل بعض المسائل أو تحل بعض المشاكل خلال هذا اليوم أو تنجز بعض الأعمال الروتينية المهمة أو الضرورية وفي منك راح يهتم بشؤون صحية برج العدراء طبعا ما ظل يوم واحد بس إن شاء الله له يعني بكرة وبنتقل القمر لبرج التور وهي بتصير منزلة قوية لإلكم بتساعدكم في إنجاز كثير من الأمور وبتعطيكم دعم أكثر بتعوضوا كل الأمور والضغوط اللي أنتوا بتمروا فيها خلال هاي الفترة يعني بتضل الأمور خلال اليوم هذا الأمور المالية بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات عدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولا أراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر كمان اليوم صحيح أنه مش كثير ولكن هذا الإشي بستفزك وبنرفزك بسهولة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكتسبات المالية خلال هذا اليوم إما أموال بتعود لك أو من عمل إضافي أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات على مستوى الاتصالات المواصلات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم فيه منكو رح يكون له تعاون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر فيه إشي مزعجك أو مسألة بيتية أو عقارية شوي هيك يشاغل فكرك خلال هذا اليوم إما أعطال أو اهتمام ببعض الأوراق وممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة بتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تتراجع عن مسألة معينة تقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك من ردة فعل عصبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني ضاغطة على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض العمل خلال هذا اليوم وممكن تهتم بأعمال معينة وتلغي أعمال معينة فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو يراكم العمل عندك وفيه منك رح ينشغل بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية جيد يدعمك بالتقارب والمصالحة ونوع من أنواع الود ما بينك وبين الشريك بالمال أو العاطفية يعني بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور ضاغطة عشان هيك ما نقول لك يرجع عدم مخالفة القوانين والإرشادات حاول إذا مطلوب منك أوراق قانونية أو معاملات قانونية أنك تلتزم فيها ما تأخرها ما تأجلها عشان ما يصير الإشي ضدك أنت وبرضو في نفس اللحظة الأمور البنكية أو المعاملات المالية بدها اهتمام جيد اللي عنده امتحان أو اتصالات بعيدة ما يحتده ما يعصب واللي عنده امتحانات ما يتسرع في الإجابة يحاول أنه يجاوب كل إشي بدراسة مش على يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تحافظ على سمعتك اليوم أو ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو شريك لإنجاز بعض الأمور أو الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى بيت الصداقة فيه ضغط معين ممكن تحتد من صديق أو من زميل أو من معارفة معينة يعني شوي هيك عرضك في مسألة معينة أو أنه يحاول أنه يضغط عليك بنقطة أو يفشي سرك أو ما يمشي بالأمور مثل ما أنت بتحكيله أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور برضو ضغطة فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تخليها تتراكم عليك على أساس أن الأمور هاي ما تنحسب عليك بالفترة القادمة وفي نفس اللحظة إنجز الأمور الصحية إذا العمر بحتاج أنك تستشير طبيبك لا تتأخر برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات تجنب المشاكل وما تتسلط خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فهو شوي بيسبب لك نوع من أنواع الهلع وردات الفعل وبتحس إنه هيك الوقت الضائر يعني ذيق عليك شوي نفسيا متقلب أنت خلال هذا اليوم يعني ثقتك بنفسك شوي ممكن تكون مهزوزة كمان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن تحصل بعض الأموال أو ممكن يجيك منحة أو هبة أو مساعدة أو من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالعصبية موجودة التسرع موجود عدم التركيز موجود فعشان هيك منقول لك أثناء القيادة وخصوصا اللي بيقودوا مركبتهم بدهم ينتبهوا من بعض الأعطال أو الأخطاء وفي منكم ممكن يخرب تليفونه أو اتصاله جهاز كمبيوتر أو أشياء من هذا القبيل اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد جدا وبتكون ديروا بالك أثناء التعامل مع أحد الأخوة أنك ما تعصب كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وصير تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تحل مسألة معينة أو تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في ضغط شوي عاطفي فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية في الطباع ممكن حساسية من موقف معين من حبيب معين أو من أحد الأبناء تنفعل وتعصب اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا بتقدر تنجز أعمالك الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن أنك أنت شوي ما تنجز كل شيء بس الأعمال المهمة يعني تقسم العمل تاعك وممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع برضو بيت الشراكي بسبب نوع من أنواع التوتر يعني ما يكون بين شركاء المال أو العاطفة وخصوصا بين الأزواج ممكن يكون فيه ردة فعل سلبية أو عصبية أو توتر من موقف معين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيد بدعمك على مستوى المسائل المالية ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب أو حل مسألة معينة أو تهتم في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال عن طريق بنك أو مصرف أو هاي ولكن بدك تدير بالك عمق تنياتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض الأوراق القانونية أو إذا كان عندك امتحان جامعي ممكن أنك تقدم بشكل جيد ولكن ما بنصحك تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الزملاء ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بالتعاون مع زميل أو مع شريك أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني شوي ممكن تنزعج من تصرف صديق أو معرفة بسبب تصرفه أو ردات فعله أو تدخله فضوله يعني شي ممكن يزعجك من هذا الباب أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن أهم شي ممكن تقلق بشأن صحتك أو صحة أحد المقربين لا إلك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد الزملاء نظموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما يعني أن المرحلة ستكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن من الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه على المستوى النفسي أنت مضغوط متحسس عصبي ردات فعلك سلبية ممكن أنك أنت ما تتقبل أي انتقاد أو أي نقاش أو أي جدال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي بالذيق عليك ممكن التزامات أو مشتريات غير ضرورية أو أنه بصير في نوع من أنواع الإرباك مسؤولية زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات عندك نشاط عالي حتى بالنقاشات ممكن تناقش والجادل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حديتك ممكن بعد مرات تنفهم باتجاه سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فيه إشي مأرقك يمكن أعطال أو اهتمامات منزلية أو إشي زيادة ضغط زيادة من الأعمال المنزلية شوي ممكن يسبب لك بعض التعب أو ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى ببيت العاطفة يعني تقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على حسب طبيعتك ولكن في ساعات المساء بدك تدير بالك من العصبية والحدية أثناء التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى بيت الشراكة يعني ممكن اليوم يصير تراجع عن قرار معين أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك وهو شريك المال أو شريك العاطفي يعني ما بين الأزواج بالنسبة للبيت الثامن ضغط على مستوى الأموال المشتركة يعني فيه متطلبات أو بعض المصاريف لزيادة أو ممكن تفقد بعض المقتنيات أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة ممكن اليوم تكثر عندك الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات اللي عندهم امتحنات جامعية يعني بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة برضو بتدعمك على مستوى بيت السمعة صحيح أنه في ساعات منتصف النهار ممكن تحتد من مسألة معينة يصير في مواجهة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ولكن تمضي الأمور بسهولة فما تخلي الأمور تكبر بدون ما تخلي لها نوع من أنواع الحلول أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي ممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين صديق أو حل مشكلة معينة أو ممكن أنك تلجأ لصديق ليساعدك في حل مشكلة أو في أمر معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور مطمئنة يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد بشكل روتيني خلال هذا اليوم وفي منك ورح يقلق بشيء صحي إلو أو لأحد الأحبة برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وبرضو للتعارف وللارتباطات عندك نشاطاتك اليوم متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب للأمور برضو ممتازة يعني هاي تعتبر فترة إيجابية جدا أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور أحسن على المستوى النفسي من الأيام اللي مضت رغم أنه كانت ضغط عليك بشكل كبير ولكن معنويا أنت اليوم أحسن أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية فهاي بتحقق لك بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو بتيجي استرداد لبعض الأموال أو أشياء لها علاقة بدعم منحة هبة مساعدة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث برضو في ضغط بسيط جاي على التنقلات يعني أثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تنتبه من القيادة من الحوادث من ردات الفعل السلبية أو بعض الأعطال ممكن بالنقاشات تحتد شوي ولكن بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو ما زلت يعني متخوف من مسألة معينة أو يعني في مسألة هيك شوي شاحنيتك بنوع من أنواع العصبية مش غير فكرك إما أعمال منزلية أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد وبيدعمك بشكل قوي جدا فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تحقق إنجازات رائعة على مستوى العمل وفيه منك رح ينشغل في أمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية جيد جدا فعشان هيك يبدعمك برضو في بعض الأمور اللي بتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة فهو ضاغط فعشان هيك رح تهتم ببعض المسائل البنكية أو الأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك يعني زي تأمين ضريبة بنك أقصات قروض التزامات كلها هاي ممكن أي وحدة فيها تهتم فيها فتكون شوي فيها نوع من أنواع التأزيم فتأرقك المسألة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع بيت الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والأوراق القانونية والمعاملات والامتحانات فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على الطبيعة تكيب تمشي فعشان هيك منقول لك لا تعتمد على الحضوض بدك أنت تنجز الأشياء هاي باعتماد على نفسك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية اليوم بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور ضاغطة شوي ممكن مشحون بطاقة سلبية من صديق أو تأثيرات صديق أو بسبب تدخله فضوله شوي انتقاداته ممكن هاي الأشياء شوي تزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فعشان هيك منقول لك انجز العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وحاول انك تهتم بصحتك شوي خذ قصد كافي من الراحة بشكل متقطع خلال هذا اليوم وما ترهيق حالك كثير في منك رح ينشغل بملف صحي بتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج الجدي ممكن ترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم أو التفاهم مع أحد أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة ممكن تظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات وممكن تتعرض للمحاسبة وممكن للتحديات وللاستفزاز خلال هذا اليوم بيتك الرابع ضاغط عليك شوي عشان هيك الأمور البيتية أو العائلية هي أكثر إشي موترك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فمنقول بما أنه القمر في بيتك الرابع يعني عامل تربيع مع برجك فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك شوي أفكار وهزات بدن عصبية توتر يعني حاول تصبر هاليوم هذا مشي بأي طريقة لحديث ما القمر يوصل للثور بدعمك بشكل قوي ونفسيتك بتتحسن بشكل أقوى وخصوصا أنه بتظل هالأمور داعمة على المستوى النفسي لآخر الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني إما في مصاريف زيادة أو مشتريات أو اهتمامات مالية أو مطالبات مالية هذا كله شوي برهقك حاول أنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات وممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك محبوب مرغوب يعني أنك أنت بسلاستك أو بطيبتك أو بحيويتك بتلفت الأنظار اللي عنده امتحان مدرسي يريده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ فيه منك ورح يكون له تعاون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على المستوى العاطفي فبيشحن العلاقة العاطفية وبعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة بشكل ممتاز وممكن الحظ يساعدك في مسألة معينة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم عندك نشاط عالي جدا حتى على الأمور الصحية الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي برضو الأمور جيدة فاليوم ممكن يصير فيه مصالحة معينة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أو حل مشكلة كانت صعبة بالفترة الماضية ممكن تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ضاغط على المستوى المالي على الأمور الأموال المشتركة الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك بالقروض بالتأمين بالأشياء هاي كلها هاي فيها نوع من أنواع التوتر فممكن أي مسألة من هاي المسائل تظهر اليوم فتأرقك أو تأزم الوضع عندك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحلها بشكل عقلاني وإذا أجلتها كمان يوم بيكون أفضل بصير عندك قدرة لحلها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل القانونية أو المراسلات أو ممكن الاهتمام في امتحانات جامعية وتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرعاشر بيت السمعة جيد جدا وبيدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه تحالف أو تعاون ما بينك وبين صديق أو معرفة لحل بعض الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ما زال ضاغط شوي فهذا بسبب نوع من أنواع الإرباك فممكن تحتد من تصرف صديق أو زميل أو معرفة أو ممكن سوء تفاهم أما بالنسبة لبيتك 12 ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بالمقابل بدك تهتم بصحتك بشكل جيد خذ أدويتك بشكل منتظم وممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعه بنجاح جدا هاي الفترة مناسبة للتقديم لامتحان أو لمشاركة في مؤتمر أو ندوي بتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم أنت نفسيا أكثر أحسن مشحون بطاقة إيجابية عندك سرعة بديهة عالية جدا ثقتك بنفسك عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال برضو بفتح لك مجالات لتحصيل بعض الأموال تيجي من عمل إضافي أو منح أو هبا أو مساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث هذا شوي بدك يدير بالك أثناء التنقلات أو أثناء الاتصالات من العصبية وردات الفعل ممكن يصير بعض الأعطال لها علاقة بالسيارة أو جهاز التليفون وممكن يصير فيه مشاحنة ما بينك وبين أخ يعني مشاحنة سلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وبدعمك بشكل قوي جدا وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وهذا بيعمل يعني أشياء إيجابية أو تقارب ممتاز جدا ما بينكم أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى العاطفي وهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب بشكل جيد وممكن اليوم الحظ ينقذك من موقف معين أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور برضو على مستوى العمل جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينه وبين أحد الزملاء في إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة للوضع الصحي فهو جيد أما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية برضو ممتاز بيدعمك بقوة بيعمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشركاء بالمال أو بالعاطفي يعني ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور الأموال المشتركة هي اللي بتأرقك ممكن تأزم بعض المسائل أو متطلبات مالية أو إرباكات في بعض المحاسبية أمور بنكية أو ضريبة تأمين مستردات مالية كلها هاي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل قانونية وحتى امتحانات جامعية جيدة جدا أما بالنسبة لبيت السمعة فمنقول لك دير بالك اليوم ما تخالف القوانين وما تدخل في أي عمل مشبوه وحاول تنجز أعمالك بشكل جيد ما تتأخر عن عملك وما تدخل في أي مشاحنات ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك الأحداعش بيت الأصدقاء والمعارف في نوع من أنواع التوتر فهذا الأشي شوي بشحنك أو بعصبك أو ممكن شوي تأخذ على خاطرك من بعض المعارف أو من صديق بسبب فضوله أو تدخله في شؤون حياتك أو محاولته لفرض رأيه عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك دير بالك انجز الأعمال الضرورية والمهمة وأهمش أنك تهتم في صحتك وفراحتك برج الحوت بتضل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له أو يحصل على هدية بتقدم على أو بتقدم على إنجاز أو ممكن تناقش صفقة أو اتفاقية خلال هذا اليوم أهمش أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي أحسن من الفترة الماضية رغم أنه في ضغوطات عليك نفسية إلا أنه أنت بتقدر تتجاوزها وتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث ممتاز جدا على مستوى الاتصالات والتنقلات المناقشة إقناع الأطراف بوجهة نظرك الدراسة الامتحانات كلها هاي ممتازة جدا وبتدعمك بقوة ممكن اليوم يصير فيه تعامل ما بينك وبين أخ بطريقة إيجابية أو لحل مسألة كانت شوي صعبة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني أحسن من الفترة الماضية فيه نوع من أنواع الصفاء أو المصالحة أو السلمية في البيت ممكن يعني شوية إرباك في بعض الأعمال أو الأعمال المنزلية أو بعض الأعطال أو الاهتمام في بعض النقاشات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور ضغطة على المستوى العاطفي فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك إما أن الحبيب مش عاذرك أو أنه بيحملك زيادة عن طاقتك فهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع النفور أو العصبية أما بالنسبة للبيت السادس فبعض الأعمال ممكن اليوم تقصر فيها ممكن ما تنجزها بالكامل ممكن تقتصر العمل على العمل الضروري فقط لا غير وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وقوي جدا بيدعمك على مستوى بيتي شراكة فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن حل مسألة معينة أو التقارب على مسألة معينة أو التراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية المشتركة شوي مش روتينية شوي ضغطة سلبية فعشان هيك ممكن تقلق بسبب تراكم مالي أو متطلبات مالية أو التزامات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن يجيك خبر من بعيد يزعجك أو عن شخص خارج البلاد يوترك أو ممكن تهتم في أمور إلها علاقة بالمراسلات وتتأخر عليك الإجابة اللي عنده امتحان أو قضية اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يوكل لك اليوم أمر معين صعب على حد أنه ينجزه وأنت اليوم تقدر تنجزه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى بيت الصداقة يعني في ضغط يعني مش مرتاح كثير من أحد الأصدقاء أو موترك فضوله أو محاولته لتدخله أو أنه يفرض رأيه عليك أو أنه بدي يشعرك أنه يفهم أكثر منك أو يعني من هذا القبيل فهذا الإشي رح يزعجك ويوترك بسبب فضوله وتدخله أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن في المقابل تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد أدويتك ما تهملها وإذا شعرت بالتعب بدك تراجع طبيبك ممكن تقلق بشأن صحتك أو صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء